بنحو 4% يقبل الاقتصاد الإيراني على انكماش في العام المقبل 2019 بحسب توقعات أصدرتها شركة بي ام بي للأبحاث الاقتصادية العالمية والسبب كما يبدو موجة العقوبات الأمريكية التي بدأت تضرب طهران منذ انهيار الاتفاق النووي بين البلدين على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار اقتصادي ومقاطعة للبضائع وانسحاب الشركات النفطية وتجميد الأرصدة تعرضت لها ايران بسبب الحرب الباردة بينها وبين واشنطن لكن هذه الأمور كلها لا تعد أن تكون مقدمة لما هو قادم على ايران في شهر آبن المقبل حيث ستدخل العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ ومعها تدخل ايران بشكل جدي في شبه عزلة اقتصادية ستلقي بظلالها على الواقع المعيشي المتردي أساسا في ظل ارتفاع معدل البطالة وانتشار الفقر الذي فجر مظاهرات إدى في البلاد طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة وقابلتها الأخيرة بالقمع المفرد المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة ستتضمن حظرا على المعاملات التجارية بالعملة المحلية الإيرانية والذهب والمعادن النفيسة إضافة لقطاع السيارات في حين تأخذ المرحلة الثانية من العقوبات نطاقا أوسع بحلول شهر تشرين الثاني المقبل لتشمل قطاع تشغيل الموانئ والسفن وجميع التعاملات المالية بين المؤسسات الأجنبية والبنك المركزي الإيراني فيما تستهدف المرحلة الأخيرة من العقوبات قطاع الطاقة بشكل كامل ذلك القطاع الذي سجل تدهورا كبيرا حيث انخفضت صادرات النفط بنسبة ثمانية في المئة خلال الشهرين الماضيين وذلك ما اعترف به المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية سيد مهدي حسيني حيث أكد أن بلاده ستخسر ما قيمته 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية بينما نظامها مشغول بحروبه الخارجية لتحقيق إمبراطورية بدأت تتهاوى من داخلها